نتكلم بقى على الخبر كان سيد رئيس الوزراء في اجتماع فيما يخص محاربة الفساد وقال جملة مهمة جدا التقطت في كل وسائل الإعلام العربية والمصرية والأجنبية انه تحدث دكتور مدبولي عن توجيهات للسيد الرئيس بالتحول أو بسرعة التحول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة هنا بقى فيه أسئلة كثيرة جدا إذن هل نحن لسنا دولة ديمقراطية مدنية حديثة يا أستاذ سيد آه لأ طبعا لا أول يعني احنا مجرد ان احنا نعترف بان احنا محتاجين نكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة ده مش معنى ان احنا دولة السبدادية لكن احنا في مرحلة محتاجين نبلور نموذك ديمقراطي لمصر ما هواش شبه دولة تانية لكن يناسب نحن ويناسب المجتمع المصري وتطوره وتاريخيته فما نتكلم عن دولة مدنية ده معناه ان النصوص والدستور تتطبق بقى ما بتتطبقش لسه لايحة مجلس الشوخ كنا بنناقش فيها وانا اسمها تحضرتك بنناقش فيها مراجعة القوانين مش على الدستور لا على المبادئ الشريعة الاسلامية والدستور يعني الدستور مش ماشي مع مبادئ الشريعة فاذا احنا تحت نفوش انا عارفة ان حركة اعتردت على هذا الامر اعتردت لان ده تقليل من الدستور اللي الشعب اختاره الحاجة التانية انها مسألة مفتوحة مبادئ الشريعة من وجهة نظر مين بالزبط وبعدين انهي قوانين اللي هتروح احنا كنا بنناقش قانون لتعديل الضرائب قانون الضرائب هنوديه لمين عشان يقولنا متوافق مع الشريعة ده قانون وضعي قانون بنستنتجه من حياة الناس احنا محتاجين نعمل توازن عبر الضرائب محتاجين نعمل قانون التأمين الصحي محتاجين نعمل كل هذه الأشياء الحياتية اللي هي ملهاش علاقة بالسماوي المقدس دي حياتنا احنا اللي ممكن نغلط والغير القانون ده اللي نغلط فكرة المدنية في حالك بتقول لا لدينا مشكلة في فكرة المدنية دي نمرة واحدة نمرة اتنى الحداثة الحداثة احنا من الحداثة احنا من قدرش نتكلم عن الحداثة بدون مجتمع اقتصاده محدس احنا لازال اقتصادنا الزراعة في غير محدسة في عندنا الصموح ده الصناعة بعافية بنحاول نعمل ده نحقاوص صناعات التحولية ونستعيد ونستعيدها تاني عندنا مشكلة تانية اسمها التمييز حتى ولو المجتمعي اللي مش لازل بالقانون التمييز في مواجهة المرأة التمييز في مواجهة الآخر المجتمعي وده راجع للثقافة فاحنا محتاجين نتطور اشتركوا في القناة